للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي دكتور أشرف بعد التحية إذن مشروعات قومية ضخمة يشهدها القطاع الزراعي في مصر ما يمثل إضافة كبيرة لجهود التنمية الشاملة للدولة كيف تقيم صورة ذلك؟ أهلا بحضرتك ومشاهدي القناة الكرام في الواقع لا تخطئ العين هذه المشروعات القومية الزراعية الكبرى على جميع ربوع مصر مشروع الدلك الجديدة في إطار مشروع مستقبل مصر مشروع تشك الخير الذي كانت فيه المداخلة الرئيس مشروع استصلاع واستزراع ستمائة ألف فدام في سناء الحبيبة شمال ووسط سناء شرق العوينات لكن الملمح الرئيسي في هذه المشروعات هو زيادة مساحة الأراضي من المحاصيل الاستراتيجية محسول القمح تحديداً بلان افتتاح الرئيس لنوسم حساد القمح في شرق العوينات هذا العام تم إعلان أنه تم إضافة 90 ألف فدام قمح في الدمتة الجديدة و150 ألف فدام في تشكا من المزمع زيادة هذه المساحات 200 ألف فدام العام القادم في تشكا ثم تصبح 450 ألف فدام قمح هذه الزيادات كبيرة في هذا المحصول الاستراتيجي ألهام ويعني الملمح الرئيسي في هذا السياق أن الاقصاديين مهما بحثوا لن يجدوا ملازاً أفضل من القطاع الزراعي لتوفير الأعباء على ميزان المدفعات سواء من خلال الإحلال محل الواردات القمحة ومحاصيل الزيود التي كانت نسبة الاكتفاء الذاتي منها مقفضة والآن بخلال هذه المشروعات تم زيادة نساحة المحاصيل من الضورة الشامية وفول الصوية وعباد الشمس تعمل تلك المشروعات بشكل كبير على تحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغدائي أيضاً ملمح آخر لا تقضيه العين هو المجمعات الصناعية الزراعية من خلال ذكر شمول التنمية وما أشرته إلي حضرتك من مصنع لتغليف التمور ومصنع للأخشاب من إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية هناك أيضاً اهتمام صحيح 2.5 مليون نخلة وبالتالي يتم تكامل تكامل الزراعة والصناعة جنباً إلى جانب هذه نقطة في غاية الأهمية إلى جانب تمديد وتعظيم الرقعة الزراعية هناك أيضاً اهتمام بالتصنيع الزراعي بشكل كبير دكتور أشرف التنمية الزراعية بمصر لا تقتصر فقط على مكان واحد بل هي في كل ربوع مصر وذلك يتطلب جهوداً كبيرة وفق استراتيجية وتخطيط جيد إلى أي مدى ترى مردود ذلك على المواطن المصري وعلى حياة المصريين ذلك أمر في غاية الأهمية من خلال عدة محاور الزراعة كما أشرت في البداية إحلال محل المواردات وتخطيط على الضغط على العملة الصعبة توفير فرص عمل على سبيل المثال الشركة الوطنية لاستطلاح الأراضي تقوم بتشغيل عدد كبير من المدنيين 4.000 فرصة عمل مباشرة نمهى 2015 فرصة عمل مباشرة في تشكا فضلاً عن فرص العمل فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة وفضلاً عن العمالة الموسمية وما غيرها بالإضافة إلى ذلك تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والأمن الغذائي ينحي في مفهومه البسيط توفير وإتاحة الغذاء ثم توفيره في إطار القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي تلك المشروعات ستؤتي أكلها يعني خلال هذا العام من خلال توفير الغذاء بأفعار في متناول المواطنين بشكل كبير الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزرعي شكراً جزيلاً لك